تراجع استهلاك الطاقة في النمسا خلال شهر يونيو مع استمرار الانتاج الكهربائي حيث انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 8.4% والغاز بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وانخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 7% والغاز بنسبة 14.5% في النصف الاول من العام وكان الانتاج الكهربائي حوالي 5.95 تيرا واط بالساعة وانخفضت واردات الغاز بنسبة 31.6% وارتفعت الصادرات بنسبة 1.78 تيرا واط بالساعة وتراجع الانتاج المحلي للغاز بنسبة 14.2% وسجلت الواردات حوالي 16.9 تيرا واط بالساعة بنخفض 42.3% مقارنة بالعام الماضي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمسيط من التفاصيل لا تنسوا تحميل تضييق انفجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة امسيا سعيدة الى اللقاء